الثمنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بمطار القاهرة الأمير تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الذي يحل ضيفا كريما على مصر في زيارة رسمية تستغرقه يومين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه من المنتظر أن تشمل زيارة وعقدة مباحثات ثنائية بين الزعيمين لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وصبول تعزيزها في مختلف المجالات فضلا عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر بصفاتها الرئيس القادم للقمة العالمية للمناخ قاب 27 ستبدل كل جهد ممكن لتحقيق التوافق بين كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي وخلال مشاركتي عبر الفيديو كونفرنس في جلسة الحوار رفعة المستوى للتنمية العالمية في إطار البركس بلس أشر رئيس السيسي إلى أن الأثار السلبية لتغير المناخ على كوكبنا أصبحت أمرا وقعا يعرقل الخطط التنموية ويهدد الأمن المائي والغدائي على مستوى العالم بما يزيد من وطيرة الصراعات وتعقيدها كما أكد رئيس السيسي أن تحقيق أهداف التنمية يتعين أن يأتي بالتوازن مع تكاتف كافة الجهود الدولية لمعالجة التحديات التقليدية وغير التقليدية التي يأتي على رأسها قضية الإرهاب وتغير المناخ أطلقت وزيرة الثقافة إناس عبدالدين فعليات الدورة الأولى من مهرجان السويس للموسيقى والغناء الذي تنظمه الوزارة ممثلة في دار الأوبرا المصرية وقالت وزيرة الثقافة إن الوزارة خريصة على إقامة هذه المهرجانات في المحافظات لإبراز المواهب الغنائية الحقيقية كما تستهدف تحقيق خطة مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وذلك للترويج والتعريف بالمواقع الثقافية والأثرية بمختلف ربوع مصر أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتني بلينكين عن رفضه مطلب روسيا المتعلق بتفتيش كل سفينة أوكرانية تغادر الموانئ الأوكرانية معتبرا إياه غير منطقية وأكد بلينكين أن أوكرانيا بحاجة إلى تأكيدات بأن موانئها ستكون في مأمن مشيرا إلى أن روسيا لم يكن لها الحق في تفتيش السفن ذات السيادة الأوكرانية التي تغادر الموانئ الأوكرانية متجهة إلى بلدان أخرى ومشددا على أن الأوكرانيين يجب أن يثقوا في أن القيام بأي شأن من شأنه أن يسمح لسفنين بالخروج من الميناء لن يستغل من جانبي روسيا أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل مكرا أن الاجتماع الأول لمشروعه منتدى المجتمع السياسي الأوروبي سيوقد في جمهورية التشيك قبل نهاية العام وأضف الرئيس الفرنسي أن المناقشات أظهرت إجماعا واسعا حول المنتدى الذي سيستند إلى الجغرافيا والقيم ويهدف هذا المشروع الذي اقترحه مكران إلى توفير منصة للحوار السياسي والتعاون للدول الأوروبية ومن المقرر أن يضم دولا طامحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أفدت وكلة أنباء الصين الجديدة شانخواء أن الرئيس الصيني شي جينبينغ سيزور هونغ كونغ للاحتفال بذكرى مرور 25 عاما على تسليم المدينة إلى بر الصين الرئيسية وأضفت الوكالة أن الرئيس الصيني سيحضر أيضا مراسم تنصيب حكومة هونغ كونغ في فترتها السادسة وتعد هذه أول زيارة للرئيس الصيني خارج بر الصين الرئيسي منذ يناير من عام 2020 بعد تفشي فيروس كورونا قتل شخصان وأصيب عدد آخر بجروح خطيرة في إطلاق نار بالعاصمة النرويجية أوسلو وقالت الشرطة النرويجية إن الحادث وقع في ملها ليلي مشيرة إلى أنه تم اعتقال أحد المشتبه بهم في مكان قريب من الحادث نهاية منجزة تأمنا نعود لإستكمال باقي فقرات صباح خيرية مصر بعد الفاصل